اشتركوا في القناة لبحث اوجه الشراكة والتعاون لتعزيز ممارسات وانظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وذلك من خلال اتباع الية تنظيمية مصممة لضمان اقصى قدر ممكن من الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص وخلال اللقاء استعرض وفد مملكة البحرين تجربة مجلس المناقصات والمزايدات في مجال المشتريات والمزايدات الحكومية وأبرز المؤشرات المستخدمة لقياس الأداء كما اطلع الوفد على تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز كفاءة الانفاق في الجهات الحكومية وتحسين كفاءة وفعالية عمليات المشتريات الحكومية اعلنت الشركة المنظمة لمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية الفين واربعة وعشرين انفورما ماركتس تدشين التطبيق الالكتروني الخاص بالمعرض الذي سيقام خلال الفترة من السادس والعشرين ولغاية الثلاثين من شهر نوفمبر الفين واربعة وعشرين في مركز البحرين العالمي للمعارض وسيتأهل مستخدم التطبيق لدخول السحب تلقائيا للفوز بجوائز قيمة بمجرد تحميل التطبيق الالكتروني والتسجيل فيه ويشتمل التطبيق الالكتروني على عدة مميزات من ضمنها تسجيل الدخول إلى المعارض وأوقات العمل والحصول على الموقع ومناطق مواقف السيارات وغيرها وبهذه المناسبة قالت السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض إنهم يعتزون بجهود شركة إنفورما ماركست لتعزيز تجربة زوار المعرض ومواكبة الشركة لمتطلبات الحديثة عن طريق توطيف التكنولوجيا والابتكار لاستمرار بتقديم تجربة سلسة تتيح لزوار المعرض سهولة الدخول للحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات والعطور على مستوى الشرق الأوسط والآن نترككم مع دالة السواق المالية الخليجية وقعت اليابان اتفاقية ضمان لمحفظة مشروعات بقيمة مليار دولر بهدف زيادة تمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء وتعمير للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية وقال الرئيس مجموعة البنك الدولي خلال توقيع الاتفاقية مع وزير المالية الياباني إن اليابان تأتي في طليعة البلدان الداعمة للأدوات المالية الجديدة التي من شانها أن توفر المزيد من التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي على أوسع نطاق ويأتي هذا الضمان بحسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي في إطار منصة جديدة لضمانات محافظ الاستثمار تساعد على الاستفادة من تعهد اليابان بتقديم ضمان بقيمة مليار دولر لتدبير ستة مليارات دولر أخرى على مدى عشر سنوات في إطار جهود الرفع المالي وإلى الصين حيث بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام في الصين 32 تريليون يوان بنهاية سبتمبر الماضي وأظهرت بيانات الجمعية الصينية لإدارة الأصول أنه بحلول نهاية سبتمبر كانت هناك 163 شركة لإدارة صنديق تشغل إجمالي 12175 صندوقا للاكتتاب العام